معنا الحج محمد. ايه يا باشر. اتفضل يا فاند. الحمد لله. اتفضل يا فاند. اه بقول لي حضرتك. انت لما اقول لي يا باشر اقول لك يا فاند. اللي انت بتقوله تمام. الله يبارك لك. اه كان عندي سؤال فضيلة الشيخ اه انا يعني في الصلاة بتاعي اه وانا بصلي دايما بسرح في الصلاة. طيب. اه فعال. بتسرح في كل الصلاوات. يعني ما بركتل يعني فيه لا فيه اوقات صلاة كده دماغي بتبقى مشغولة شوية. فبقى عايز اركز. صلاة الليل ولا صلاة الصبح ولا بالليل. لا يا شيخ اه يعني في مثلا صلاة الدهر. صلاة العصر. كويس. في المغرب كده يعني. كويس. هقول لحضرتك تعمل ايه. بص يا حج محمد. الصلاة هتسرح فيها لو انت شاي الهمل لبعد الصلاة. طب عشان تنزل الهموم لعلكتفك وانت في الصلاة تعمل ايه. صلي بتوء ده. صلي بهدوء. احنا عندنا من اركان الصلاة يقول لك ايه. القيام. وتقرأ الفاتحة. طب الركوع قال لك. والاطمئنان في الركوع. فالاطمئنان في الركوع. ركن من اركان الصلاة. طب معناه ايه. صلي بهدوء. يعني لما تيجي تقول تقرأ الفاتحة. بتقولش الحمد لله رب العالمين ورحمة ورحمة مالك يوم الدينية. كده مش هتك. كده اصلا لو افتكرت اسمك عيبقى كويس. لا. انت توقع تقول ايه. باسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. انا وبقرأ دلوقتي احنا كلنا دلوقتي حصل لنا هدوء. يبقى تقرأ واحدة واحدة. اية اية. وتاخد نفسك ما بين كل اية واية. الحاجة التانية. اني خلي كل ركعة من ركعات الصلاة حاجة كده تتفكر فيها. وتتأمل فيها. تتأمل مثلا في قوله. الحمد لله رب العالمين. انا من امتى محدش ربنا. فتحس ان الحمد لله رب العالمين طلع من قلبك. واجعل في كل صلاة معنى من المعاني. تخرج به من الصلاة دي. لان حضرت النبي قال ارحنا بالصلاة يا بلال. كده ممكن الصلاوات تنفعك. وتفتح. ويكون سبب من شرح صدرك.